السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سعيد بلقائكم في هذه الحلقة الجديدة بداية لا تنسوا اللايك واشتشير وسبسكرايب ذلك يدعم محتوى القناة للاستمرار ونشر المزيد من المحتوى التقني الهادف إذن في هذه الحلقة إن شاء الله كما قرأتم في العنوان سوف نشاركه معكم خمسة تيتشات طبعا القاسم المشترك من بينها أنها قد نشرت حديثا يعني ليست قديمة وفي نفس الوقت يعني غالبية وإيفرغرين طبعا سوف نتكلم عن الجزئيات والأهم من هذا كله أنها قد حققت المبيعات فبالتالي لدي احتماله يتقيق مبيعات أخرى يعني لأننا نعرف جميعنا أن الديزاين عندما يحقق بعض المبيعات فإنا الاحتمالية أو احتمالية تحقق مبيعات أخرى يكون كبير لأن كما يعرف جميعنا الأرغريتم الخاص بأمازون يدعم الشيء الذي يباع سواء في الكيدي بي أو ميرش أو حتى في الف بي اي نفس البرانسيم يعني نفس الأرغريتم يعني الشيء الذي يباع أمازون تريده أن يباع مرة أخرى لأن هكذا الكل يربح تمام وأهم شيء من هذا كله طبعا ليس فقط استعراضة النتشات ولكن أيضا تحليلها ومعرفة كل نتش وتفاصيله الدقيقة إذن على بركة الله دعونا طبعا الأدات التي سوف أستعملها هي PLC S Pro طبعا أنا أستعمل Advanced Research لكي أحصلها بالضبط على الأشياء التي أريد وفق البنيات أو المراحظات التي أريدها النتش الأول الذي معنا الذي يحمل عنوان طبعا فيني هيد جيهوك طبعا هو القنفذ إذن هنا طبعا أول شيء يجب أن نلاحظه أننا نتكلم عن نتش إفرغرين طبعا إذا قمنا بالإطلاع متى نشيره Published نشيره في الثامن عشر من الشهر مارس 2024 نشيره حديثا طبعا يمكننا ملاحظة كذلك أنه عندنا في الديزاين الأمر بسيط جدا فقط عبارة عن فيكتور لفأر عفوا لقنفذ ثم عندنا هذا التكست وأهم شيء إذا لاحظنا جيدا فإن البراند هنا إذا لاحظتم موجود هيد جيهود فان تيشيرز and more طبعا إذا لاحظتم فإن الكلمة المفتاحية هنا طبعا هي اسم الحيوان فبالتالي أوتوماتيكيا يعني نتكلم عن الإيفرغرين يعني هذا التيشيرت سوف يباع على طول السنة ليس فيه أي مشكل نهائيا أيضا يمكننا نلاحظ الكلمات المفتاحية المستعملة هنا في الطايتل فاني عندنا جوك يعني نكتة ثم شيرت ثم عندنا كوت ثم لوفر لوفر تيشيرت وطبعا الكلمة التي تكررت هنا كثيرا هي اسم الحيوان طبعا وهي هيد جيهود طبعا هنا إذا قمنا بتحليل يعني تتدرج بسل الرنك فسوف نلاحظ كيف يعني انتقل يعني في البداية من أصل 768 ألف طبعا نتكلم هنا طبعا هذا المبيان خاص ابتداء من شهر من شهر خمسة أعفوا من شهر الأربعة ثم يمكننا ملاحظة كذلك كيف لاحظ جيدا من شهر الأربعة في الثالث عشر أو في الحدي عشر أو في الخامس هنا بدأنا في شهر الأربعة يعني من هذا الشهر الذي لم ينتهي بعد إذن في يوم الخامس من شهر الأربعة كان يعني البسل الرنك إذا لاحظتم جيدا فقد كان يعني 768 ألف ثم مباشرة من يوم الخامس إلى غاية اليوم 11 من شهر 11 عفوا من شهر أربعة أصبح يعني البسل الرنك مليونين ومائتان وستة وخمسون ألف يعني انخفض بشكل كبير أو ارتفع بشكل كبير ولكن المفاجئة أنه ابتداء من هذا التاريخ من 11 من شهر أربعة إلى غاية هنا عندي 13 من شهر أربعة فالبسل الرنك انتقل من يعني من مليونين ومائتان وستة وخمسون ألف إلى غاية 453 ألف فقط يعني يمكنكم ملاحظات الانتقال وطبعا هذا يفسره المبيعات لأن المبيعات هي التي تتحكم بشكل مباشر في الوصول الرنك فهنا يمكننا ملاحظات أنه قد حقق عشرة مبيعات فقط في يعني الأربعة وعشرون ساعة الماضية لو قمنا بذهب إلى أمازون والبحث عن يعني هذه الكلمة المفتاحية بعد ذاتها يعني ككلمة مفتاحية عامة جدا هنا كانت توقعون الريزول طبعا بحثت في أول يعني تعمدت البحث في أول طبعا الريزول كما تلاحظ 313 فقط فغالبا سوف نجد يعني هذا الديزاين الذي نحن نبحث عنه موجود وطبعا نبحث ونرى طبعا هذا هو الديزاين الذي نحن بحثنا عنه بأي ديفولت ولكن كما قلت المفجأة أننا سوف نجد لو بحثنا وتمقنا في البحث يعني سوف نجد أن هناك دعونا فقط نختار الصفحة الأولى يعني هناك مجموعة من المنتجات التي هنا هي Sponsored بالرغم من أن الريزول فقط 317 فقط فمثلا هذا بالرغم من أنه Sponsored حقق الحدود الآن 23 يعني تقييم ثم المبيعات دعونا نرى عدد المبيعات إذن عدد المبيعات هنا عندي 27 مبيعة في آخر في آخر 30 يوم تقريبا مبيعة واحدة في كل يوم أو أعتقد أن النتائج سوف تظهر هنا في الأعلى دعونا ننتظر تمام ظهرت إذن بمعدل مبيعتين في اليوم تقريبا 33 مبيعة في آخر 30 يوم طبعا ليس الكل يعني عبارة عن Sponsored فبعضها مثلا البعض منها طبعا هذا الديزاين يشبه هذا الديزاين الأول فهنا يباع organically بدون إعلانات إذن هذا الديزاين مثلا يباع أربعة أو بيع أربعة عشر مرة في ثلاثونة يوم الماضية المهم يمكنكم إذن ملاحظات أنه بالفعل نيتش شغال جدا طبعا يبقى فقط مسألة سيو إذا قلتم لماذا أو إذا تسألنا معا لماذا في نظركم هذا الديزاين حقق كل هذه المبيعات فغالبا المسألة ما فيها هي عبارة عن ضبط للسيو فإذا لاحظتم هنا في العنوان سوف نجد الكلمة المفتاحية وطبعا الكلمة المفتاحية هي التي تتكرر كلمة المفتاحية الأساسية لأن هناك ثاناوية و هناك أساسية الأساسية هي التي تتكرر يعني كررت عدة مرات في العنوان وكذلك هنا في البراند وكذلك في الديسكريبشن لا تنسوا هذا الأمر هنا في الديسكريبشن إذا لاحظتم فقد كررت بالفعل عدة مرات هذا كله تأكيد على أن السيو كذلك لا بد من احتمام به دعونا ننتقل مباشرة إلى الديزاين الثاني الذي معنا في هذه الحلقة. طبعا هنا هذا يعني فقط فكرة. هذه فقط فكرة ويمكنكم أنتم لإبداعوا فيها واستخراج منها أشياء كثيرة. طبعا يمكننا ملاحظة أن لدينا هنا تقييم سلبي سوف يدمر طبعا هذا الديزاين يعني سوف ينقص أو سوف يقلل من المبيعات. إذن هنا الجميل والرائع كما قلت أنها فقط فكرة فانظر معي فمثلا لو بحثنا في دعوني فقط وأضبط يعني الجوجل بهذا الشكل لو قمنا بالبحث سوف نجد فقط موجودة ثم ذا الموقع كذلك خاص بالديزاين بعدها مباشرة سوف نجد من المفترض أن نجده يعني ديزاين خاصة هنا بانتي ريس طبعا هذا بانتي ريس ليس في أي إشكال يعني حط لو ظهر هكذا في أقصى اليمين بهذا الشكل فالأمر طبيعي ليس كوبي رايت. إذن فقط أحاول البحث عن أمازون لأن من الضروري أن يظهر أمازون عندنا زازل ها هو أمازون. طبعا هذا هو أمازون. ماي هيرت بلونج تو أمارين. وطبعا بقية المواقع التي ظهرت بانتي ريس وموقع كذلك. ثم زازل كله ايتسي ريد بابر كلهم مواقع خاصة بالبرانت اون ديماند. الأمر جيد. طبعا إذا قمنا بتحليل كيف يعني يبلي هذا الديزاين. فيبكنا مراحلات أنه قد حقق بالفعل في آخر 24 ساعة. يعني آآ تسعة مبيعات وذا طبعا جيد جدا متى نشرة هذا هو الأهم نشرة في يعني التاسع عشر من مارس الفان واربعة وعشرون. إذا يمكننا مراحلات كيف أنه في بعض أحيان يجب ترك الديزاين لفترات طويلة نوعا ما ولن نستجل في حذفه. خاصة مع التيرات يعني التي تكون كبيرة التي ليس فيها إشكالية يعني آآ الأماكن المحدودة للنشر. فهنا إذا كان عندك التير كبير فاطرق الديزاين لأن هنا يمكننا مراحلات بكل بساطة أنه قد بتآ ب تمانمئة وتسعة وسبعون. ألف ثمانمئة وتسعة وسبعون ألف واستقر على الأمر تقريبا من ثمانمئة والعشرين من مارس إلى غاية الرابع من شهر أربعة والمفاجئة أنه قد انخفض أكثر يعني أستخيل معي من أصل ثمانمئة وخمسة وتسعون ألف انخفض أو عفوا إلى طفع إلى غاية مليونين والمفاجئة الكبرى أنه مباشرة بعدها بدأت المبيعات يعني تحصل وبناء عليها يعني انخفض البيس للرنك من مليونين إلى غاية خمسمائة ألف يعني لكي تعرفوا بالضبط كيف تتم العملية يعني في بعض الأحيان يعني تأتي الانفراجة بعد السقوط يعني هذا النزول أو الهوبوت هذا يحدث كثيرا في كثير من الأحيان دعونا ننتقل مباشرة إلى الديزاين الموالي لكي لا تكون الفيديو طويل الفيديو الموالي يحمل عنوان It's cheaper to deport than support طبعا صراحة شككتب في الأمر قمت بعمل ريسيرج في على ما شهو الكوبيرايت الكوبيرايت لا يوجد أي إشكال عندنا أمازون ثم عندنا كذلك أمازون هنا موقع خاص بالبرنتون ديمات كذلك إيتسي هذا كل ما في الأمر طبعا هذه عبارة عن مقولة معروفة في اليونيتد ستيتس هذا هو كل ما في الأمر يعني هذه المقولة أو عبارة معروفة طبعا كلماتها generic ليس فيها كلمة ما يعني تكون specific طبعا هنا يمكننا ملاحظات يعني الريزولت عندما نبحث شي بهمون عادي ما لا يوجد يعني منافسة نهائيا طبعا لابد من تحديلها لمعرفة كيف ولماذا طبعا نشره في الثالث أو 12 من شهر مارس 2024 حقق يعني في الـ 24 ساعة الماضية 12 من بها البيسل الرنك حاليا 373 ألف يعني جيد كيف يعني عمل هذا الديزاين عمله بشكل غريب جدا يعني كان في البداية في تقريبا في الـ 31 من شهر مارس 2024 كان 573 ألف في البيسل الرنك ثم بدأ البيسل الرنك بالارتفاع وصل يعني في الثالث من شهر أربعة 2024 إلى غاية 1.371.000 ثم ارتفع أكثر من ذلك حتى أنه وصل إلى 1.940.000 يعني تقريبا 3 ملايين كذلك هنا وصل يعني في الثالث عشر من شهر أربعة من سنة 2024 وصل إلى 3.81.000 أكثر من ذلك بدأ في الصعود وصل إلى 3.442.000 إلى أن وصل هنا إلى 3.8.000.000 يعني تخيل معي يعني شبه مستحيل أن يباع 3.8.000 يعني قرابة أربعة ملايين في البيسل الرنك طبعا بئي جدا ولكن المفاجأة أنه ابتداء من هذا الشهر الذي لم ينتهي بعد نحن الآن طبعا في شهر أربعة التاسع عشر من سنة 2024 مباشرة المفاجأة أن البيسل الرنك من أصل 400 قد انخفض وأصبح 373 ألف فقط يعني هذا يعني أن المبيعات بالفعل قد بدأت بالنزول وكذلك إذا لحظتم هذا الخط باللون الأخضر هذا الـ price هذا الثمن الثمن لم يتغير إذا لحظتم بقي ثابت هذا طبعا لكي تفهموا لأنه ليس عليه علاقة والثمن نعم هناك استراتيجية تعتمد على الثمن ولكن ليس كل الاستراتيجية تعتمد على الثمن هنا مثلا يمكننا مراحلات أنه لا يوجد هناك يعني تغير أو تغير على مستوى الثمن بل الثمن بقي نفسه 18.62 دولار هذا الديزاين الأخير الذي عندنا أو قبل ما قبل الأخير ماما سوراس طبعا هذا نوع من أنواع ديناصورات طبعا الكلمة هنا التي كنت أعتقد أنها كوبيرايت هي ماما سوراس لأن غالبا هذه لا توجد في ديكشنري يعني ليست جيني ريكورد هذه غالبا كما قلت كلمة مركبة واضح جدا أنها مركبة لأنها تجمع ما بين ماما و سوراس الذي هو نوع من أنواع ديناصورات المهم وبحثت عنها طبعا هنا في جوجل لأنني كما قلت شككت في الكلمة لم أجد أنها تشكل أي خطر نهائيا لا يوجد هنا في أقصى اليمين أي شيء مما يعني أنها سالمة فقط امازون موجودة اي تسي ادوبي ستوك وارمارت فيسبوك شوتر ستوك اي تسي انستغرام هذه كلها مواقع يعني لا تشكل خطر عندما نجدها يعني هذا معنى أنها سالمة لا يوجد فيها مشكل هذا ديزاين يعني نشر في الثالث عشر أو الخامس عشر من شهر مارس الفان واربعة وعشرون حقق في الاربعة وعشرون الساعة الماضية يعني اثنى عشر مبيع في البسل الرانك عندنا ثلاثمائة وستة وثمانون ألف حاليا موجود عندما نقوم بتحليل يعني هذه طبعا الميبيان دائما نفس الملاحظة إذا لاحظتم نفس الشكل الهندسي الموجود في الميبيان الذي رأيناه سابقا دائما يبدأوا بهذا الشكل يعني يبدأوا برقم متوسط أو جيد بين قوسين خبسمائة ألف نصف مليون هذا طبعا في الشهر أربعة نعم في الواحد من شهر أربعة ألفا أربعة وعشرون ثم بدأ البسل الرانكي بالارتفاع وصل هنا في الثالث من شهر أربعة إلى مليون ومئة وواحد وعشرون طبعا هنا نتكلم عن الحادي عشر من شهر أربعة ألفا أربعة وعشرون وصل إلى مليونين وسبعمائة واثنين وتسعون تقريبا ثلاثة مليون وهنا هنا عندنا بالفعل خطة التسعير هنا نتكلم فعلا عن الثمن هذا الشخص قام بخفض الثمن كان في البداية طبعا ستة عشر دولار كان يبيع بستة عشر دولار ثم خفض الثمن الآن أصبح يبيع ب يعني ستة وتسعة فسل تسعة وتسعون يعني سبعة دولارات يعني كان يبيع في البداية بستة عشر دولار والآن أصبح يبيع بستة دولارات ومفجأة له بالفعل تحركت المبيعات في هذه الفترة ووصل الآن حاليا حاليا هو طبعا نتكلم عن الثلاث عشر من شهر أربعة ألفين واربعة وعشرون يعني وصل إلى ثلاثمائة وستة وستون في البسل الرانك وطبعا كما قلت لكم هنا استراتيجية الثمن عملت وطبعا ربما قد أتكلم عنها في حلقة خاصة أشرح بالضبط ما الذي يحدث عندما يتم خفض الثمن أو رفع الثمن لأن صفاتكم فكرة بشكل بسيط لكي تفهموا الفكرة أو لكي تفهموا المضمون في بعض المرات يكون عندنا سواء في الكي دي بي أو في ميرش نفس الشيء يكون عندنا ديزاين يباع بشكل جيد فنقوم بخفض الثماني فتنعدم المبيعات أو تنقص المبيعات وفي بعض المرات الأكس الذي يحدث إذن هناك استراتيجية أو هناك الأرغوريتمي هناك خطة معينة تحدث هذا سوف نتكلم عنه إن شاء الله في حلقتين خاصة دعونا ننتقل مباشرة إلى يعني النيتش الموالي طبعا هنا يمكننا ملاحظة أنه Groovy هو نوع من أنواع التصميم هو Groovy ليس نيتش يعني ما نتكلم عن Groovy بل هو نوع من أنواع التصميم طبعا يتم استعمال خط Groovy فيه ويتم تقويس يعني عن طريق برامج الأدوبي التكست بهذا الشكل طبعا هناك option في Adobe Photoshop أو Illustrator وهذه من البرامج الأدوبي يمكنه من خلالي القيام بهذا الإفكت هو طبعا يتبقى فقط إضافة بعض الفيكتورز مثلا وردة بهذا الشكل أو نجوم أو كذا فتعطي هذا الإفكت طبعا هنا نتكلم عن هذا النيتش Groovy Moore's Day من المتحدث طبعا نتتكلم عن موترز داي طبعا نتكلم عن موترز داي لي لم يتبقى له الكثير كنت قد شاركت معكم في علاقة الخاصة كل ما يتعلق ب هذا النيتش طبعا هذا الشخص من الآن بدأ في تحقيق المبيعات الديزاين نشرة في التاسع عشر من شهر ثلاثة ألفان وأربعة وعشرون عندنا يعني في الأربعة وعشرون ساعة الماضية حققتتنا عشر مبيعا البيسيلا الريكي الحالي ثلاثمئة وسبعة وخمسون دعونا نطريع على الجراف لكي نعرف كيف أصبح إذن واضح أنه قد بدأ من القاع بدأ من 661 ألف ثم مباشرة المبيعات بدأت تحدث بكل بساطة إذا ربما السؤال سوف أعطيكم سؤال وأجيب عليه بعد ثوانين في نظركم لماذا لدينا هذا الشكل الهندسي بهذا الشكل في هذا الميبيان عكس ما رأيناه سابق في السابق كنا نرى أنه يبدأ مثلا ب500 يبدأ من هنا ثم ينخفض ينخفض إلى مرحلة المهجنة ثم يبدأ بالصعود هنا العكس صحيح بدأ منخفضا ثم بدأ بالصعود وما يزال سوف يصعد يعني هذا الديزاين بالرغم أنه نشر حديثا يعني لا تنسوا أنا أركز لكم على الأشياء التي نشرت حديثا حصرا وقطعا إذن في نظركم لماذا لماذا عندنا هذا الشكل الهندسي بهذا الشكل يعني تصاعدي ميبيان تصاعدي يعني بدأ كما نرى الآن من 650 ألف وهو في تصاعد إلى أن وصل لحدود الآن نتكلم عن الحادي عشر من شهر أربعة ألفين وعشرون وصل إلى يعني هذا الرقم الذي هو 357 وكما قلت ما يزال سوف يرتفع أكثر وصوف ينخفض بسير الرنك أكثر لماذا؟ طبعا الجواب بكل بساطة لأننا نتكلم عن إيفنت وهذا الإيفنت نحن يعني يقترب كل يوم بعد يوم يقترب ويوم بعد يوم يكثر الطلب عليه هذا هو الذي يفسر هذا الأمر لأنه بدأ في فترة محددة تقريبا قبل شهرين من الإيفنت هذا يعني نشر هذا الديزاين قبل شهرين من الإيفنت ومنذ أن نشر إلى يوم هذا ما يزال الخط كما ترون في تصاعد والإيفنت طبعا ما يزال يعني بعيد نوعا ما نسبيا فبالتالي ما يزال سوف يرتفع وما زال مبيعات سوف تأتي لهذا الديزاين وطبعا إذا بحثنا في دعونا نجرب إذا بحثنا في أمازون سوف نجد طبعا هنا نيتش سكور جيد طبعا سوف نجد أن غالبية الأشياء الموجودة هنا الخاصة يعني بهذا النيتش فهي جيدة طبعا ولكن دعوني نبحث نعم دعوني نبحث طبعا في أمازون جروفي إذا هذا الذي قلت لكم عندنا خمسة ألاف لكن انظر بحثت في جروفي ومنز أو ومن موذرز دي طبعا الفكرة ومن فيها يجب تخصيص نيتش كيف نخصص نيتش إذا نلاحظ معي جيدا هنا لاحظ معي جيدا كيف أننا سوف ننتقل يعني من جروفي ومن موذرز دي تي شيرت من العنوان الأساسي وهذا إلى البراند التي هي طبعا ودائما نتكلم عن التكس الموجود هنا طبعا هنا أعتقد أنكم قد فهمتم الفكرة كيف أننا دمجنا جروفي ومن موذرز دي الذي هو طبعا هذا جروفي نوع من أنواع تي شيرت أو من أنواع دي زاين ثم مع النيتش الأساسي الذي هو أو نعم إذا هذا هو الأمر إذا إذا بحثنا عن هذه العبارة بحد ذاتها في أمازون نتكلم عن هنا سوف نجد الأمر قد اختلف تماما ولا علاقة له مع يعني الخمسة ألاف إذا هنا كم عندي؟ عندي فقط مئة وسبعة وغالبية الأشياء الموجودة هنا تباع بكثرة غالبية الأشياء تباع بكثرة بالفعل سواء في منتجات أمازون يعني ميرش أو في منتجات أخرى الـ FBA الموجودة كذلك تباع وغالبا هذا الذي فعل هو ذات الشخص قام بالاعتماد على يعني البحث في منتجات الـ FBA ثم بعد ذلك قام بالخروج أو باستخلاج هذا النيتش واستعماله في ميرش وبالفعل قد حقق مبيعات جيدة جدا باعتبار أنه إفنت والإفنت ميزة البعيد فبالتالي أقول أنه بالفعل جيد كما قلت أنظر مثلا الديزاين نفسه هذا فقط بلاك ليس في الألوان ولكنه بنفس الشيء نفس العبارة ولكن كذلك إذا لاحظتم فعندنا غالبا استعماله في الكلمات المفتاحية لذلك ظهر هنا أعتقد أني قد شرحت كل شيء أتمنى أن تكون هذه الحلقة قد نالت عجابكم واستفدتم منها إلى حلقة قادمة إن شاء الله شكرا لكم